الاستعراض اللي فات استعراض عشان لازم نكون مع بعض من تصميم حسن شحاتا مرحب مرة تانية محمود محمود من ابطالنا وهيقدم دلوقتي فقرة مهمة جدا تعرف يا ايمان ان العلم هو سبب كل تقدم واكيد في حلول كتير ممكن تحل مشاكلنا وتغير امور حياتنا وتخلي الدنيا عاكمة تعالوا نشوف الصياد هيقول لنا ايه بس ده مش اسمه الحقيقي واسمه الحقيقي معانا الفنان يوسف الشريف براو براو فخامة الرئيس حضرات السادة الحضور اهلا بحضراتكم وجودي قدام سيادتك يا ريس الشرف كبير ليا وجودي هنا وسط ابطال قادرون باختلاف انا بعتبر وتكريم بالنسبالي في الحقيقة انا لما بجيدي دور في ايه عمل درامي بحاول على الاد ما قدر اكتهد واذكر الشخصية اللي هلعبها اعرف كل تفاصيلها ولما جات لي الفرصة ان نلعب دور راجل فقد لحسة البصر في مسلسل الصياد كنت محظوظ جدا لاني وانا بذكر الشخصية قابلت ناس كتير من المحطوطين في الاختبار الصعب ده وبصراحة كلهم ساعدوني واكلموا معي في اداقة تفاصيل وكان ليهم فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى فاني اقدر العب الدور بالشكل اللي حضراتكم شفتوه في المسلسل وسألت نفس ساعتها سؤال يطرى الناس اللي ساعدتني واللي لها دور في نجاح المسلسل هم نفسهم قدروا يتابعوا المسلسل طب يطرى فيه كم شخص موصلوش اي عمل فني ولا الرسالة منه علشان كده نساعده فخور جدا بمشروع الوصف الصوتي الاوديو ديسكريبشن المشروع اللي هيخلي الاعمال الدرامية في الفترة اللي جاية فيها وصف صوتي لكل مشهد وكأنك شايفه بالضبط وخير مثال على المشروع ده ان احنا عملنا فعلا وصف صوتي لحلقة ملحمة البرت من مسلسل الاختيار لان دي واحدة من القصص اللي لازم توصل لكل مصري وصف الصوتي للاعمال الدرامية مسلسل الاختيار الحلقة الثامنة والعشرون ملحمة البرث سبعة سبعة الفين وسبعة عشر مربع البرث شمال سينة بتفتح الحلقة في وقت قبل الفجر على موقع البرث وهو عبارة عن بيت مندورين وما فيش اي ضاءة العسكري خالد ماسك مدفعه بيبص على امتداد البصر قدامه ولسه الصورة مش واضحة تماما لان الشمس لسا مطلعتش احمد منسي قاعد على سريده بيقرى قرآن عربي التكفريين بتقف في الصحراء مجموعة من الارهابيين بيرقبوا مقر كمين البرث وبيصوروه عن بعد وبعدها بياخدوا اماكنهم وبيتمركزوا وراء سوات الرملية في الصحراء اتنين من الزباط بيلبسوا ملابسهم الميري والظابط علي ماسك موبايله وبيبعت رسالة لحبيبته الارهابيين بيسحفوا للهجوم على الكمين وبياخدوا موقعهم وبيثبتوا مدافع الهون العسكري خلت بيشوف على البعد عربية نصنا اللي بتتحرك في تجاه الكنين المقادم منسي بيسمعه العربية بتقرب اكتر من المكان منسي بيهدوه بيسحب بندقيته الالية وبيشد الاجزاء هو انا قلت ان القصة دي لازم توصل لكل مصري انما في الحقيقة قصص الابطال زي دي مش بس لازم توصل لكل مصري دي لازم توصل للعالم كله متشكر جدا يا رئيس متشكر جدا للسيادة الحضور ترجمة نانسي قنقر موسيقى شكرا